سيد سامح شكري تحدث اكتر من مرة في هذا الاطار واوضع ان مصر واضحة ومصر عندها طلبات محددة طلبات دقيقة لكن صفرات الاثيوبية في الخارج وده باكتر من علامة استفهام على النوايا الاثيوبية وانا بتكلم بشكل واضح هناك تحريضا اثيوبيا رسميا ضد مصر تحريض رسمي وإلا ماذا نسمي ما تناولته اليوم الصفارة الاثيوبية في بريطانيا في المملكة المتحدة وهي تطالب بالضغط على مصر وتطالب بمسندة اثيوبيا في قضيتها ضد مصر وبتحاول ان تخلق رأي عام كاذب وبتحاول ايضا ان تستعين بشركات علاقات عامة والتأثير على بعض وسائل اعلام لمحاولة اظهار مصر لانها دولة يعني دولة مارقة او دولة ظالمة او دولة متعنتة يعني الجانب الاثيوبي واضح يعني هذا الكلام ده باللغة الامارية السفارة الاثيوبية في يوكي في الولايات المتحدة الامريكية استخدمت لغة عنيفة محرضة في بريطانيا بتقول انه هذه اللغة يعني لغة بتفتقر ليه ادنى واقل القواعد الدبلوماسية المتعرف عليها بتقول السفارة اعزائي اصدقاء اثيوبيا كما نعلم من صد النهضة وعن صد النهضة تتعرض بلدنا لضغوط دبلوماسية هائلة من مصر وحلفائها لذلك من واجبنا حماية المصالح الوطنية لامتنا وامن شعبنا معا لذلك يجب علينا دعم موقف الحكومة الاثيوبية رفع صوتنا للعالم في الاسبوع المقبل سيتم تكليف انا بقى اركز معايا سيتم تكليف احد المواقع للمشاركة بنشاط في حملة التوعية العالمية ودعم السد وان يصبح سفيرا لبلدنا يعني هما يتعاملوا الاسبوع اللي جاي مع احد المواقع يعني المواقع الاخبارية وغيره عشان يبقى سفيرهم في بريطانيا يعني اثيوبيا بتتحرك من خلال سفارتها في الخارج لمحاولة تسويق اكاذيب عن الدولة المصرية ومحاولة ربط ما لا يربط واستنتج ما لا يستنتج فيما يخص مفاوضات صد النهر الامور واضحة بشكل كبير جدا وانا مندهش وتنتبني حالة من الغرابة والغضب الشريط لماذا تقوم السيوبيا بما تقوم به ما فائدة العناد ما تمارسه السيوبيا من ضغط نفسي وما تمارسه من عدم اكتراث بالحقوق التاريخية وعدم اكتراث بالواقع الحالي وعدم اكتراث بالقانون الدولي وعدم اكتراث بكل المخرجات التي خرجت من اجتماع مجلس الامن شيء بيدعو للدهشة وبيدعو للغرابة وبيدعو ايضا لان احنا نعيد التفكير بشكل كبير جدا في تناولنا لهذا الموضوع يعني احنا بنحاول انا لسه للتو بتكلم على الانفجارات والتفجيرات اللي في قديسة بابا والفوضى العارمة اللي اودت بحياة 59 مواطن اثيوبي ليس لهم ذنب لكن بشكل واضح قلت وانا صادق فيما اقول ليس هذا الوضع مريح يعني ليس هذا الوضع بمريح لاي احد حتى للمصريين شعب المصري دائما بينشد السلامة وشعب المصري والدولة المصرية دائما ما تنشد السلامة والسلم وتجنح للسلم دائما احنا مش دولة حرب واحنا مش دولة كراهية احنا بننزع الكراهية من القلوب نحاول ان ننزع الكراهية ونغرس بدلا منها كل معاني الحب انا بتكلم على انفجارات لو دولة تاني تبقى زي مثلا قطر معانا ولا تركيا ولا الاخوان المسلمين يبدأ يفرح لاي كارثة تحصل اي ضابط يستشهد اي تفجير يحصل لايهم بينتشوا وفرحنين انا وانا بتكلم على اثيوبيا بتكلم على التفجيرات بتكلم على القتلى 59 والعدد مرشح للزيادة بتكلم على الفوضى العارمة الموجودة بتكلم على هذا التناحر الذي يمكن ان يشتعل في اي لحظة بين القبائل بقول انه انه احنا بنقول يعني نتمنى السلامة للشعب الاثيوبي وانهم بسرعة يقفزوا على هذه الالام وانه احنا عايزين دولة قوية في اثيوبيا عشان نقدر تكون عندها ارادة الساسية عشان خاطر الشعب الاثيوبي يستفيد واحنا نستفيد لكن ما تقوم به الادارة الاثيوبية ليس من قبيل الصدفة ليس من قبيل الصدفة ان تكون ان تكون الحكومة الاثيوبية مخططة لان تقوم بهذه الحاملة عبر الصفراتها بالخارج وانا بقول تاني انه كلمة السيد سامح شوكري في امام الامم المتحدة ومجلس الامن عبر الفيديو كونفرنس اوضح انه الجانب الاثيوبي انا قاسف يعني لم يقرأ جيدا القانون الدولي ولم يقرأ جيدا لمعادة دولية ومعادة 1902 اللي بيقول دي معمولة ايام الاستعمار مش معمولة ايام الاستعمار كات اثيوبيا دولة مستقلة والامبراطور الاثيوبي او الملك الاثيوبي مضى بمحض اراداته وبمنتهى اراداته وكان ساعتها الجانب البريطاني كان في احتلال بمثل مصر والسودان فبالتالي الجانب اثيوبي كان جانب مستقل يعني انا بقول ان اثيوبيا بتعبث في ثوابت دولية لو فوتح الباب هيتحول العالم بأسره الى يعني كتل مشتعلة في كل مكان لان الحدود المرسومة حدود اثيوبيا مع اريتريا اثيوبيا مع كينيا اثيوبيا مع الصومار اثيوبيا مع السودان وهذه الحدود اذا ارادت اثيوبيا ان تعبث في هذا فالتحاد الافريقي نفسه هيبقى في مأزق والامم المتحدة في مأزقين والعالم كله هيتحول الى كارثة فبالتالي اثيوبيا تحاول ان تزعزع استقرار ليس فقط منطقة حض النيل بين مصر والسودان واثيوبيا وانما بتزعزع ثوابت قانونية في العالم كله ومنها الحدود السياسية والجغرافية بين الدول بعضها وبعض لكن في كل الاحوال انا بنفس الطريقة بقول على سفاراتنا في الخارج وانا اثق انهم يقوموا بهذا بمحاولة متابعة هذه الامور هذه التحركات الاثيوبية الخاطئة والباطلة تحركات باطلة وتحركات لا تنم عن حسنيني التحركات الاثيوبية عبر سفارات الاثيوبية في الخارج لا تنم ابدا عن نية صافية او صادقة ولا تنم عن صدق نواية وانما تنم عن نوع من الابتزاز ونوع من تلبيس الحق في الباطل والعكس وانا ارى انه فكرة الاستعانة بمواقع اخبارية او الاستعانة بشركات علاقات عامة لمحاولة تسويق صور كاذبة عن مصر صور كاذبة عن الوضع انا اتصور انه علينا ان احنا بسرعة ايضا نكمل احنا روحنا فين احنا ما روحناش مكان يعني لا سمح الله مكان احنا روحنا بالقوانين وفقا للقوانين والقوانين الدولية روحنا مجلس الامن ليه واحد يقولك المكان مش مناسب المفروض تروحه المحكمة العدل الدولية والمفروض تروحه التحكيم تحكيم ايه وعدل دولية ايه معكام الاحترام طبعا احنا بنقول انه مجلس الامن الدولي بيختص اختصاص اصيل بمنع النزاعات الدولية او ابطال النزاعات الدولية اللي بتهدد الامن والسلم الدوليين موضوع سد النهض والتأثير على حصة مصر او التأثير على جريان النهر كما هو دون تأثير سلبي ده بيمثل تهديد الامن والسلم وبيؤدي الى نزاع مسلح حقيقي نزاع مسلح ما في ذلك رأيه فبتالي الموضوع مش زار انا ارى واتمنى ان اكون مختلا ان اثيوبيا بتلعب بالنار اثيوبيا بتلعب بالنار اثيوبيا بتعبث باعواد الثقاب بجوار يعني ابار يعني قابلة للاشتعال في اي لحظة ما تقوم به اثيوبيا من محاولات لتصدير صورة غير صحيحة عن الدولة المصرية وعن الحق المصري وعن مسألة سد النهضة وتصوير مصري كما لو انها بتكره اثيوبيا او بتعادي اثيوبيا او ضد التنميل الاثيوبية هذا افتراء وهذا ضلال وتضليل لن تقف مصر واذرع مصر الاعلامية واذرع مصر السياسية واذرع مصر الدبلوماسية قطعا طويلة وقطعا مؤثرة وقطعا ستكون ناجع ومؤثرة ومؤلمة وموجع واقول ايضا دعونا من هذا التلاسل ودعونا من هذا التنافس ودعونا من هذه القلوب التي تبث كراهية نحن ننشد السلام نحن ننشد التنمية اذكركم اذكر الجانب الاثيوبي اذكر الجانب الاثيوبي واذكر الشعب الاثيوبي بكلمات رئيس مصر في 2015 امام البرلمان الاثيوبي بغرفتيه حينما قال أتمنى أن يكون الطفل الأثيوبي والمواطن الأثيوبي بينعم بكامل الرفاهة الاقتصادية من خلال توفير الطاقة وفرص العمل كما أتمنى أن نحافظ على هذا التاريخ والحق التاريخي للطفل المصري في أن يجد المياه التي كانت تناولها أجداده وأجداده وأجداده إذن الرئيس كان بيضع إيده على التعاون وبيقول أن إحنا شعبين بنشرب من معين واحد يجب أن نتعاون لما صح للجميع الشعب المصري والرئيس المصري الإدارة المصرية حكومة المصرية الدبلوماسية المصرية لم تناوي ولم تناور ولم تدعي ولم تضغط ولم تعني الدولة المصرية كانت سباقة للخير كانت بتدعو إلى الخير تدعو إلى التعاون لكن لا يجب أن يفهم الجانب الانتيوبي صبر الدولة المصرية ويفسره تفاسير خاطئة إياكم وصبر الحليم إياكم وصبر الحليم لأنه شعب المصري مل والإدارة المصرية صبرها نفد والجانب المصري كان راقي الإدارة المصرية كانت بتتعامل برقي واحترام ونبل وشرف لكن ربما غياب الإرادة السياسية داخل إثيوبيا هي عنوان المرحلة والمناورة الإثيوبية واضحة والتعنت الإثيوبي واضح والتضليل الإثيوبي لدى وسائل إعلام في الداخل وأتابع وسائل الإعلام الإثيوبية وسائل التواصل الاجتماعي الإثيوبية يعني هجوم دائم والإعلام المصري بينضبط ومنضبط وبيتعامل برقي وها نحن نتحدث الآن عن الداخل الإثيوبي بمنتهى الحب منتهى الرقي نتمنى لهم السلامة وأيضا نتمنى أن الجانب الإثيوبي يعدل عن طريقته ويعدل عن اسلوبه ويعدل عن هذا العناد لأنه في النهاية محدش يستفيد صحيح لن يستفيد الجانب الإثيوبي مما يقوم به ولن يستطيع الجانب الإثيوبي أنه يغير من الواقع شيء ولن يستطيع الجانب الإثيوبي أنه يفرض أمر واقع لن يستطيع الجانب الإثيوبي أن يفرض أمر واقع على مصر والسودان لأنه مصر والسودان أولا دول ذات سيادة دول صاحبة حق ودول قوية دول قوية احنا بنتكلم كل يوم بنقول هذا كلام رغم ما يعتصرنا من ألم عندما نتابع الإعلام الإثيوبي المضلل والمغردين الإثيوبيين المضللين وبعض المسؤولين الإثيوبيين المضللين وأتحدث عن نائب رئيس الأركان الإثيوبي الذي وقف وقال كلام يحاسب عليه ويسأل عنه كلام غير سياسي كلام غير منضبط لم يخرج من مصر كلمة واحدة أو كلمة تهديد واحدة أو تلويح بكلمة واحدة لا على المستوى الإعلامي ولا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الرسمي لأن احنا دولة سلام لكن لا يجب أن يفهم هذا خطأ نائب رئيس أركان الجيش اليوتيوبي خرج بتصريحات غير مسؤولة غير مسؤولة بالمرة وأقول أنه يبدو أن الإرادة السياسية غائبة يبدو أن هناك شيء ما غير مفهوم لكن في كل الأحوال أنا أرى أن هناك عبثا تقوم به إثيوبيا تعبث بالنار يعني أمام وقبالة حقول محروقات قابلة للانفجار في أي لحظة ضبط النفس المصري الحكمة السودانية والحكمة المصرية يجب أن تفهم على حقيقتها من الجانب الإثيوبي تعيب لما رأى أتعاقد مع شركات دعاية وإعلان وأتعاقد مع مواقع وأشتري شوية صحف مأجورة وأشتري كام واحد كاتب يكتب لمقالات وأعمل زي ما عملوا في أمريكا راحوا الجانب الإثيوبي في الولايات المتحدة الأمريكية وبدأوا في محاولة برضو خلق حالة من الرأي العام عن طريق القصة الأمريكي جيسي جاكسون دعاية الحق المدنية تكلم عن إثيوبيا حق الإثيوبي يا عم جيسي جاكسون أنت مش فاهم الموضوع أنت مش فاهم الموضوع وأنا بقول فعلا أننا المصريين في الخارج لازم يتحركوا ويبدأوا يواجهوا ويبادروا مش هيبقى يدافع يبادر صفرات في الخارج المثقفين المدونين إحنا مش بنقول نهاجم ونعمل شبورة لا نوضح الحقائق لأننا أصحاب حق من حيث التاريخ حيث القانون حيث الجرافية من حيث الواقع من حيث كل الأمور مصر صاحبة حق علينا أن احنا نوضح الحقوق المصرية برقي كما بدأناها إن شاء الله تنتهي على خير ويعد الجانب الإثيوبي عن عناد